الميقات معاقب صلاة فريضة إن كان الوقت وقت فريضة وإن لم يكن وقت فريضة فلك أن تصلي ركعتين ناويا بهما سنة الوضوء ثم نود دخول في النسك الذي تريد فإن أردت الإفراد فقل لبيك حجا وإن أردت القران فقل لبيك عمرة وحجا وإن أردت التمتع فقل لبيك عمرة ثم اشرع في التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأكثر منها حتى تصل إلى مكة وتشرع في الطواف وتذكر أنه بدخولك في النسك يحرم عليك فعل أشياء حتى تتحلل من إحرامك وهذه الأشياء هي محظورات الإحرام فلا تلبس المخيط وهو ما كان مفصلا على الجسم أو بعضه ولا تغطي رأسك بملاصق ولا تأخذ شيئا من شعر الرأس أو البذنة ولا تتطيب ولا تقلم أظافرك ولا تقتل الصيد البري ولا تعاون على قتله كما يحرم على المحرم عقد النكاح وجماع أهله أو مباشرتهم بشهوة ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وصول مكة فإذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى عند دخولك قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وادخل بخشوع وخضوع وطعظيم لله عز وجل مستحضرا بذلك نعمة الله عليك بتيسير الوصول إلى بيته الطواف ثم تقدم نحو الكعبة وقبل شروعك في الطواف اقطع التلبية ثم اجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على كتفك الأيسر وهذا هو لد الطباع وهو خاص بهذا الطواف وتجه إلى الحجر الأسود لتبدأ طوافك منه فإن تأثر لك تقبيله بدون إيباء أو مزاحمة ففعل وإلا فاستلمه بيدك فإن لم يتيسر استلامه فأشر إليه من بعيد بيد اليمنى قائلا الله أكبر واجعل البيت عن يسارك واشتغل بذكر الله والدعاء والاستغفار وأسرع المشي مع مقاربة الخطى في الثلاثة الأشواط الأولى وهو ما يسمى بالرمل وامسك البقية مشيا عادية فإذا وصلت إلى الركن اليماني وهو الركن الذي يسبق الحجر الأسود فاستلمه بدون تقبيل إن تيسر ذلك وإن لم يتيسر فلا تشر إليه من بعيد ويستحب أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار وتصب البيت سبعة أشواط مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به مكبرا كلما حاذيت فاعلا في كل شوط ما تقدم مبتدئا بالحجر الأسود ومبتدئا بالحجر الأسود وإن طواف أعد رداءك على كتفيك ثم تقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصل رقعتين ففيفتين خلف المقام إن تيسر ذلك وإلا ففي أي مكان من المسجد ولا تساحم الطائفين ويستحب أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد السعي توجه بعد ذلك إلى المسعى فإذا دنوت من الصفاء فاقرأ قول الله تعالى إن الصفاء والمروة من شعائر الله وقل أبدأ بما بدأ الله به ثم اصعد على الصفاء واستقبل الكعبة واحمد الله وكبره ثلاثا رافعا يديك على هيئة الداعي وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده كرر ذلك ثلاث مرات وادع فيما بينها بما يتيسر لك ثم انزل واتجه إلى المروة واجتهد في الذكر والدعاء والثناء على الله فإذا وصلت إلى العلم الأخضر الأول فأسرع المشي واركض ركضا شديدا بقدر ما تستطيع من غير أذية لأحد حتى تصل إلى العلم الثاني ثم امشي مشيا عاديا حتى تصل إلى المروة فإذا وصلت إلى المروة فافعل عليه مثل ما فعلت على الصفاء وبذلك تكون قد أتممت شوطا من أشواط السعي السبعة ثم انزل عائدا إلى الصفاء ماشيا في موضع المشي مسرعا في موضع الإسراع وهكذا حتى تتم سبعة أشواط مبتدئا بالصفاء منتهيا بالمروة الحلق أو التقصير فإذا أتممت سعيك فإن كنت متمتعا فاحلق شعر رأسك أو قصرها حتى تتحلل من إحرامك وبذلك تكون قد تمت عمرتك وحللك ما كان محرما عليك من محضورات الإحرام وعليك البقاء بمكة حتى تحرم بالحج من مكانك في اليوم الثامن من ذي الحجة وإن كنت قارنا أو مفردا فابق على إحرامك حتى ذلك اليوم يوم التروية إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فأحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه ثم اخرج إلى ميناء وصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها قصرا بدون جمع وأكثر من التلبية وذكر الله تعالى الوقوف بعرفة فإذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجة فسر إلى عرفات وصل بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بأذان واحد وإقامتين وتأكد من دخولك حدود عرفات وابق فيها إلى أن تغرب الشمس واجتهد في الذكر والدعاء والتضرع مستقبلا القبلة رافعا يديك اقتداءا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الإفاضة إلى مزدلفة فإذا غربت الشمس فسر إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية ولا تؤذي إخوانك المسلمين وعند وصولك مزدلفة صل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وبت بها تلك الليلة حتى تصلي الفجر وأكثر من الدعاء والتهليل والتكبير بعد صلاة الفجر مستقبلا القبلة رافعا يديك إلى قرب طلوع الشمس رمي جمرة العقبة وقبل أن تطلع الشمس سر إلى منا رافعا صوتك بالتلبية فإذا وصلت إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة فقطع التلبية عندها وارميها بسبع حصيات متعاقبات رافعا يديك مع كل حصات قائلا الله أكبر التحلل الأول وبعد الرمي وبعد الرمي اذبح هديك إن كان عليك هديك ثم حلق شعر رأسك أو قصر والحلق أفضل والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدرأ ملا وبذلك تكون قد تحللت التحلل الأول وأبيح لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء طواف الإفاضة ثم تنظف واختسل وتطيب وانزل إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة واسع بعده سعي الحج إن كنت متمتعا وكذلك إن كنت قارنا أو مفردا ولم تسع مع طواف القدوم وأما إذا كنت قد سعيت مع طواف القدوم فلا تعد السعي مرة أخرى وبهذا تكون قد تحللت التحلل الأكبر ولك أن تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام ميناء حين تنزل إلى مكة المبيت بميناء وبعد طواف الإفاضة عد إلى ميناء وبد بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أردت التعجل وإن تأخرت وغربت عليك شمس يوم الثاني عشر فيلزمك أن تبيت بها ليلة الثالث عشر أيضا والمبيت في هذه الليالي واجب من واجبات الحج لا يجوز تركه أو التهاون فيه من غير عذر رمي الجمار وعليك في كل يوم من هذه الأيام التي تبقى فيها بميناء أن ترمي الجمرات الثلاث فتبدأ بالجمرة الصغرى وهي أبعدهن من مكة ثم الغسطى ثم جمرة العقبة ترمي كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات مكبرا مع كل حصاء ويسن لك أن تقف للدعاء بعد الانتهاء من الجمرة الأولى والثانية مستقبلا للقبلة رافعا يديك ولا تقف بعد الثالثة طواف الوداع فإذا رجعت إلى مكة وأردت السفر إلى بلدك فلا تخرج منها حتى تطوف بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط ليكون آخر عهدك بالبيت ورخص للحائض والنفساء ترك هذا الطواف وبذلك تكون أعمال الحج قد انتهت نسأل الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا